في الفترة ما بين 1950 و 2017 انتاج العالم للبلاستيك وصل 9 مليار ضدنا على مستوى العالم 1-2% منهم نفايات مش بيتم معادة تدويرها لكمان كافية انها ضغطي سطح الارض 4 مرات بوصص كتير ونشطة اكتر بيحذروا منه ليه البلاستيك مشكلة؟ البلاستيك مش بس ازايز و اكاس هي صنع كاملة وجودها ضروري واساسي لصناعات كتير بتقوم عليها حياتنا وهو نوع من انواع البوليمرز اللي بتتكون بارتباط وحدات صغيرة ببعض اسمها مونيمرز وعملية تكوين البوليمرز هي اللي بتضيف للبلاستيك خواص كتير بتميزه زي مقاومته للحرارة وكتابه للون معين او متان 4% من المغزون العالمي للبترولي الغير متجدد بيستخدم في تصنيع البلاستيك اللي 50% من منتجاته للاستخدام الواحد ولزيادة تكلفة عادة تدوير ولان الحرق بيانتج عنه مركب الديوكسون المسارطن بيتم اللجوء للبحار او مقالب النفايات في التربة لتخلص من البلاستيك العوامل المختلفة في البيئة البحرية بتجزق البلاستيك لقطع اصغر اسمها المايكرو بلاستيك واللي بتشتغل كاسطح جزب للمايكروبات والملوثات وبتدخل في الجهاز الهضمي للأسماج الصغيرة والأحياء البحرية المختلفة وبتوصل لنا في نهاية تدرج السلسالة الغذائية البلاستيك في التربة بينتهي للمايكرو بلاستيك فعل العوامل المختلفة وبيفضل فيها لمئات السنين مقاوم للتحلل الحية وبالبكترية بسبب الروابط القوية بين وحداته وتواجده ده بيأثر على دودة الأرض وتابعا على النشاط الزراعي تغير تصارب المواد السامة منه ووصلها للمياه الجوفية والنباتات اللي بينتج عنه الخلل الهرموني والتغيرات الجينية لأي كائن حي عرض ليه الحلول الحلول بتنقسم إلى بلاستيك قابل للتحلل بايو ديجريدابول بيتم تصنيعه من البترول وبلاستيك حيوي بصنعه من وعد عضوية مستخلصة من النباتات زي اللاكتك أسد اللي بستخلصه من الدرة وبصنع منه بوليمر البولي لاكتايد بتحلل تحت ظروف خاصة بفعل المياه المكونات والبدائية وبيزود من خصوط التربة أما البولي كابرولاكتون كمثال على البايو ديجريدابول بلاستيك بتقدر إنزمات المايكروبات في التربة أنها تكسر رابطه اللي بتكون أضعف من رابط البلاستيك التقليدي وبيتحلل في مدة زمنية أقل بكتير